بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهار ده جماعة كنت في زراء القاهرة وفي منطقة الجيزة. آآ رحت شارع ابو الهول. آآ في شارع الاهرامات. آآ لقيت آآ بازار جميل جدا. هو مش بازار هو معهد آآ معهد ثلاثة اهرامات للبرديات. المكان جميل جدا رائع آآ في منطقة آآ في اتنين وعشرين ابو الهول آآ شارع الاهرامات في الجيزة. رقم التليفون زير و اتنين زير واحد واحد اربعة 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 اربعات يعني تمانية اربعة تمانية تمانية. هسيب لكم الرقم التليفون هنخش للوقت ان شاء الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول السلام عليكم. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حاجة تحفه. يعتبر اك انه مدحف للبرديات. الوان جميلة وآآ مقاسات مختلفة للبرديات. وآآ رسم واتقان في الفن رهيب. آآ بالوان جميلة. هنا في الترابيزة دي بعلموا الناس او بيوروهم. ازاي البردي كان بيتعامل من ايام الفرعنة وطريقة تصنيعه. وده المكبس اللي كانوا يكبسوا عليه. طبعا ديت حاجات مصغرة. انما كان بيتعامل باحجام ومقاسات كبيرة ايام الفرعنة. بس ده هي ده الطريقة بيشرح لهم ازاي بتعمل. زي ما انتم شايفين كده في لوحة جميلة ورائعة بالتظليل بالدكور. آآ فن راقي. فن رائع. المكان مليان برديات روعة. والاسعار جميلة جدا ورخيصة. مش غالي. آآ هتستمتع في المكان. هتحس انك في متحف الفن الجميل. مكان كبير. وفي اه شغل كتير. انا عشان الوقت ما كانش عندي وقت كتير. فصورت جزء بس من المكان. انما انتم لو رحتوا المكان ودخلتوا جوه. هتوعدوا لكم بتاع ساعة بتلفوا في المكان تتفرجوا على اللوحات. كله شغل بردي. شغل يدوي جميل. شغل طبع وشغل يدوي. آآ انا من الحلاوة الشغل بصراحة اشتريت كمية من البرديات هديها هدايا لاصحابي وزميلي. آآ ارجو ان يكون الفيديو ده عجبكم. آآ يكونوا استفدتم. المكان هسيب لكم عنوانه في ورقم التليفون. تحت في الوصف. آآ ما تنسناش بالاعجاب والاشتراك والشير. السلام عليكم ورحمة الله.